بتاع تلعيبة ده هو هو اللي بدأنا به الموسم ما كانش في حد بيقف طريقنا يعني كنا بنقدم مستويات رائعة نتائج كبيرة جدا علامة كاملة في بداية الموسم أنا فاكر أن كنا بقول في بداية الموسم أنه الأهلي السنة دي غير نسخة الأهلي اللي ظهرت في بداية الموسم تختلف عن النسخة اللي حققت بطلتين أفريقيا واثنين برونزيت كاس عالم واثنين سوبر أفريقيا فكانت ناس كلها بني أمال كبيرة ومتفاعلة جدا ما حصل الكورف داير لي أو كورف نزل لي مرة واحدة كده كابتن طبعا أنا أتفق معك تماما على كل ما أنت وقلت يا أبو حميد خلينا بس الأول نقول برضو أن الفترة اللي نحن بنمر بها دي فترة سيئة جدا جدا احنا عمرنا ما شوفنا مستوي الناد الأهلي بالشكل دوت حتى وانت في أسوأ حالاتك بتعرف تكسب تمام مبارح ما انت برضو مش الواو يعني مش الخلق الفرص الكتير آه جلنا جلنا كورنر كتير جلنا 12 كورنر جلنا كور سبتة مؤثرة على خطة 18 واني يمكننا استفيد منها لا يستفيد منها لكن خلينا بقول لك انحنا في أسوأ حالاتنا بنكسب الجونة والمقصة كنت في أسوأ حالاتك كسبت انت عارف انت تكسب تمام حتى ترتيب نادي المقولين عرب برضو بتاريخه الكبير طبعا نحزيز على نادي المقولين أن يكون في المستوى دوت أو بصارع من أجل البقاء أو بحاول يكون له دور ان يكون موجود في درو المتاز بصعوبة ده طبعا يحزن طبعا لكن خلينا نتكلم على نادي الأهلي ان انت مبارح اقاب حاولت حاولت لكن مش مفيش خلق فرص كتير الانتشار ما كانش بالشكل اللي هو استغلال الفرص ما كانتش مؤثرة يعني حتى خلينا ضربة الجزاء بتاعتعلام علول والأخطاء برضو التحكمية ان برضو في ناس دخلت الثمنتاشر وضربة الجزاء بتتلاب الفر برضو ما حاولش يرجع او مش بتاعت الفر بتاعت الكابت محمد عادل يعني خلينا نتكلم حاجات تانية لو الفر مسؤول عنها كابت رحمة يعني يعني لو الفر مسؤول عنها كان حاول حتى يرجع للحكم لكن وانحنا للحظة شكينا بلاح ان الفر مش موجود اساسا يعني ان القدرة مقفولة بالمفتاح وان الناس معرفتش تدخل او الناس دخلت فتحت المونيتورز فتحت الشاشات اللي قدامها وبعد كده تدعى تدعى تعمل اي حاجة تانية غير انها تحكم فر والله يا ابو حمد فيه حاجات كتير جدا في التحكيم انا ميرضو يعني ممكن ان شاء الله في خلال حوارنا نفتحها ان برضو فيه درب الجزاء في اخر الجيم خالص طبعا طبعا لا انا مجهزة كل الحالات فيه كارتة احمر صريح طيب قبل ما اروح للأسباب ونحاول نفنت كده ونشوف ازاي نقدر نقف او ازاي نلملم وراءنا بسرعة ونحاول نعدي المرحلة دي بقى اقل الاضرار الممكنة وبافضل المكاسب الممكنة ان كان فيه لان انا لغاية اللحظة مرابيتش الفوتو زي ما بيقولوا يعني انا لغاية اللحظة بقول انه مدام رقميا او حسبيا احنا عندنا فرصة هنقتل عليها لغاية الاخر لحظة خلينا اسألك كتير من الناس بتشوف انه التعدل بتاع انبارح ده اضعب فرص النادي الاهلي كتير جدا في انه حقق لقب البطولة هل انت شايف انه الاهلي فرصه انعدمت او انه فرصه بقت ضعيفة جدا في التحيي الاقب الدوري ولا الفرصة مازالت قائمة لسه الفرصة مازالت قائمة وكمان انت عندك لسه سبع مباريات وعندك مباراة مؤجلة مع الاسماعيلي اعتقد ان شاء الله بإذن الله النادي الاهلي يقدر يرجع ان شاء الله بإذن الله اقوى لكن هو احنا خلينا بس ننتفق ان حالة اللعبة البدنية مش هي اللي حتخلي اللعبة وقفة على جلها يا احمد انت بتتكلم من مباراة المقاولين او الخمس دقيق اصابة اصابة لعب مؤثر المفروض ان هو قوة ليك احمد عبدالقادر من لعب المؤثرين ان هو بيقدر يحللك حاجات كتير جدا تمام بتتكلم على بعد خمس دقيق كمان عشر دقيق بتتكلم على صلاح محسن برضو ان هو بيلعب من مباراة بدأ بيه ان هو مهاجم وكان عندنا امال كبيرة ان صلاح يقدر يعمل حاجة ان هو اصلا صلاح مهاجم بتتفاجئ ان عنصرين مؤثرين جدا من الفريق بيطلعوا اصابات عضلية وهذا طبعا علامة استفاهم كبيرة انا متكلم ان فيه كل اصابات الاهلي عضلية باستثناء الشحات بالزبط كده يعني عندك الفرقة كلها طاهر كوكا شريف السلية عبد المنعم وصلاح وعبد الهاني وهاني رجع الحمد لله بقى كوانسي كلها اصابات عضلية باستثناء اكرم توفيق مع منتخب مصر والشحات دول احنا خلينا بس نتكلم في نقطة مهمة جدا ارجع عليك دي احمد مهمة جدا اصابات دي يا جماعة احنا خلاص في نهاية دوري وبعدين فيه تلاحم مواسم في بعض انا معاكن فيه اجهاد عالي جدا كويس لازم يتعامل بشكل كويس قوي لازم حالة الاستشفى تتعامل بشكل جيد جدا وعلى علم كمان مثل سوارج يعني انت راجل مختص معك جايب اصطف معك كويس جدا لا فيه خلل لا لازم تدخل مثل سوارج مع المعيد البدني ان الاصابات العضاءة دي مهمة جدا انا عايزة ترشاها انا عايز بعد يعني انت عاوز تعمل شغل حتى عايز تعمل وحدة تدريبية اعمل للناس اللي ما بتشاركش خالص اعمل للناس بتنزل مثلا ربع ساعة بتنزل تلت ساعة اعملوهم وحدة تدريبية الناس بتلعب بالاساسية دي كلها لازم اعمل لهم يعني خلاص اعمل تنظيم بعمل كور سابتة بعمل كور سابتة ليه ولا عليا هو ده العادي مش عايزة مش عايزة جهد الناس